من جانبها طلبت منظمة رايتسا رادار لحقوق الإنسان الحوثي بسرعة الإفراج عن الناشط الصحفي الأرحبي الذي اختطفته من منزله بمحافظة عمران منذ نحو أسبوع أكدت المنظمة في بيان مقتضب على تويتر إن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الأرحبي للاختطاف من قبل جهاز الأمن والمخابرات الحوثية لأسباب تتعلق بمواقفه من ممارسات قيادات حوثية وأشارت رايتس إلى أن استمرار جماعة الحوثي في اختطاف الأرحبي واحتجاز صحفيين آخرين منذ سنوات يؤكد إصرارهم على قمع الحريات الصحفية وتجاهل كل النداءات المطالبة بالإفراج عنهم والجدير بالذكر أن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا كانت قد اختطفت الصحفي فهد الأرحبي في العام 2021 قبل أن تفرج عنه بعد شهر من الاختطاف